بس الخبر الاهم اللي حصل منذ لحظات اللي جاننا منذ لحظات الخبر الوحش تفهمش احنا عندنا مشكلة معكاية السنوات الأفريقية كل شوية تاخد فيها ضربة ضربة على مستوى اللاعبين تدريبات عادية جدا ما معشور في التدريبات بيتعرض لإصابة في الرأس ويروح المستشفى ويبقى عنده ارتجاج في المخ ويتحط تحت الملاحظة 24 ساعة على الاقل ربنا يشفيه ربنا يعافيه ربنا يبعد عنه الشر هو كل زميله بإذن الله إن شاء الله يعني طيب حصل ده ازاي معلومة يعني حصل ده ازاي ليه تخبط في الماغه وليه جاله ارتجاج في المخ امام عشور حصل له الإصابة دي دون أي تداخل من أحد زملائه فيش حد مثلا دخل في رأسه في كرة مشتركة مثلا كان بيعمل كرة فواحد رفع رجله زيادة فيش كلام ده خالص المهم عشور جاله ارتجاج في المخ او الخبطة اللي في الدماغ دي وهو بيعمل خلفية مزدوجة ده بالكيك عمل خلفية مزدوجة نزل غلط على دماغه فحصل اللي حصل ربنا يا ربي يشفيه أنا بص أنا بقيت بقيت شاء من بطرات أفريقا دي تحديدة كمية الإصابات اللي بتجنى فيها بمناسبات ومن غير مناسبات مش طبيعية انت بتخلص البطولة وانت عندك اربعة خمسة ستة واعين فربنا يحمي اللعيبة ويحمي إمام عشور اللي جينا مبدئيا من المنتخب ان حالته الحمد لله الحمد لله مستقرة وفرص لحاكم المباراة القادمة أمام الكونغو هي فرص ما زالت قائمة وكبيرة بس بعيد عن فرصه في المشاركة في المباراة دي حطها على جنب أهم حاجة بالنسبة لنا دلوقتي ان احنا نطمن عليه وتبقى حالته جيدة بإذن الله وهاي حاجة تانية بعد كده سهلة شاء الله إباب خيري بام عشور شاء الله